موسيقى السلام عليكم ورحمة الله معكم مجد الهنيني من منصف قيمة التعليمية بقدم شرح مادة كالكولاس وانت والله بجميع التكنولوجيا الاردنية في المحاضرة السابقة تكلمنا عن موضوع الليمتس اللي هي النهايات واضحنا شو مفهوم النهاية وانها عبارة عن دراسة لتصرف الاقتران لما اكس تقترب من قيمة معينة واضحنا كيف اقدر اساوي الكمبيوتشن لهاي الليمتس كيف اقدر احسب الليمتس واجيب ناتج تبعهم اليوم راح نتعلم عن شغل جديد في موضوع النهايات النهايات لما اكس تقول الى الانفينيتي او الماينس انفينيتي هو العنوان او السكشن اسمه لميتس تو انفينيتي اشوف الاقتران كيف بده يتصرف لما اكس عفوا تقول ما لا نهاية او للسالب ما لا نهاية هلأ انا لخصت لكم كل الموضوع في ثلاث حالات رئيسية في ثلاث حالات رئيسية تمام هيكون عندها عليها الليمت وانت رح تخيله على هالي الحالات ما في لميت ستطلع الحالات هادون اول حالة اللي ما يكون عندي بولينوميا لما يكون في عندي جوا النهاية ايش اقتران كثير حدود اقتران كثير حدود الو حالتين اما بكون constant function اما بكون اقتران ثابت لما يكون عندك ثابت جوا النهاية جواب النهاية هو الثابت نفسه هو الثابت نفسه تاني حالة لما يكون في عندي كثير حدود ولكن له رتبة أعلى من صفر يعني مثلاً linear function quadratic function cubical function وهير order أي إشي مثلاً أعلى x تكعيب x قوة 4 x قوة 5 وهكذا تمام هذا كيف بدأت عمل معاه لما يكون في عندي أنا all other types of polynomials يكون عندي الhigher order تمام من اللينير وإنت طالع في هذه الحالة الجواب إما رح تطلب معك infinity أو سالب infinity فقط لا غير يا إما infinity يا إما سالب infinity فكيف بدأ أحدد إذا هو infinity وليسالب infinity بطلع x تقول إلى إيش طيب x تقول مثلاً positive infinity ما بروح معوضها في كل حدود البلينوميال لا بمسك الحد اللي هو في إيش أعلى قوة تمام في هذه الحالة مثلاً عنا limit a sub n x to the power n x to the power n هي أعلى قوة بعوض فيها بعوض شو الإشارة فأنا هون عندي موجب infinity مثلاً بعوض إيش الإشارة قال لا في حالة الموجب infinity سواء كان n زوجي أو فردي يعني odd أو even number رح يطلع عندي الموجب بضرب في إشارة إيش الحد المجاور لا أعلى قوة بضرب في إشارته كأن يكون الحد المجاور سالب فأطلع عندي سالب infinity الجواب مع أنه x goes to infinity وهكذا بالنسبة للـ minus infinity بعوض في إيش في أعلى قوة وبضرب في إشارة إيش المعامل تبعها بس وهيك بطلع معايا الجواب إما infinity أو minus infinity هاي أول حالة الحالة الثانية لما يكون في عندي fractional function لما أحكي fractional function يعني اقتران كسري يعني عندي اقتران على اقتران عندي بسط و مقام تمام لما يكون في عندي بسط و مقام هون بدي أطلع على كلا البسط و المقام و اطلع على درجتهم تمام فمثلا أنا عندي لمت x goes to positive infinity or minus infinity p of x على q of x تمام p of x اقتران ممكن يكون جذر ممكن يكون polynomial whatever و q of x كذلك تمام p of x of degree m يعني إلو إيش أعلى أعلى حد في أعلى حد في تمام أو أعلى قوة في هي m و q of x of degree n تمام هون رح يترتب عندي three cases يعني من الحالة الثانية رح يكون عندي ثلاث حالات بشوف أعلى قوة في البسط وأعلى قوة في المقام وبين أعليها بدأ حدد شو الحالة اللي عندي الحالة الأولى أن يكون n أكبر من m n أكبر من m يعني يعني أعلى قوة في المقام أكبر من أعلى قوة في البسط في هذه الحالة على طول و بدون ما تفكر جواب النهاية صفر جواب النهاية إيش صفر لأنه قوة المقام وأعلى قوة في المقام أعلى من البسط وأنا رح أعوض مثلا infinity فيهم فبالتالي المقام رح يكبر بشكل كبير جدا وبفارق عظيم عن البسط فبالتالي لما أنا أقسم على إشي كبير جدا رح أقول لأي قيمة للصفر رح أكون بتجه نهو الصفر هاي الحالة الأولى الحالة الثانية لما يتساوي لما يكون عندي N equal M يعني أعلى قوة في البسط تساوي أعلى قوة في المقام في هذه الحالة على طول باجي على معامل أعلى قوة في البسط بقسمه على معامل أعلى قوة في المقام يكون هذا هو الإجابة إجابة المت هي معامل أعلى قوة في البسط على معامل أعلى قوة في المقام رح أضحكم السبب ليش لحال الثاني رح أضحكم السبب ليش بمثال كمان شوي الحالة الأخيرة أن يكون قوة البسط أعلى من قوة المقام m أكبر من n في هذه الحالة لما يكون عندي m أكبر من n الجواب إما رح يكون infinity أو minus infinity لأن البسط رح يكون أكبر بكثير من المقام فلما أقسم قيمة عظماء قيمة صغرى رح يعطيني قيمة كبيرة تمام حتى يكون infinity أو minus infinity كيف أحدد الإشارة؟ بعوض الإشارة اللي أنا بقول إليها إذا بقول للإنفينيتي بعوض إشارة موجبة إذا بقول للـ minus infinity بعوض إشارة سالبة بعوضهم وين؟ بعوضهم في أعلى قوة البسط وفي أعلى قوة في المقام وبدرق في معاملاتهم بطلع معي إشارة نهائية إما positive infinity أو negative infinity هذا بالنسبة للحالة الثانية هي fractional function وكل اللي إن شاء الله رح نأخذ عليه أمثل رح يتوضح 100% الحالة الثالثة وهذه اللي فيها نوعا ما حفظ اللي هو لم يكون فيه عندي أنا common cases common cases يعني اقترانات ما رح نقدر أجيب النهايات تاعتها لما تقول الـ infinity أو الـ minus infinity إلا برسم الاقتران الـ common cases محصورة يعني هذه الحالات اللي بديك تكون عارفها إنت هذه محصورة فإنت تقدر تحفظها حفظ تمام؟ أنا رح أفهمك إياهم كاملين وبرجيك الرسمات تمام؟ إنت بتقدر إنك تحفظ الرسمات تاعتهم تطلع الإجابة في الامتحان أو إن كانك إيش؟ تحفظ النهاية زي ما هي إنت والأسوب اللي بريحك يعني أول حالة عندي من الـ common cases لما يكون في عندي tan inverse طبعا زي ما حكيت لك رح نقدر اقتران معينة ومحددة محددة في مادتك وانت هدول الوحيدين المطالب فيهم لما يكون عندي مثلا limit tan inverse x as x goes to infinity أو limit tan inverse x as x goes to minus infinity في هذه الحالة أنا لازم أطلع على إيش؟ على الرسمة طيب هذه رسمة tan inverse x هذه رسمة tan inverse x بشوف أنا عندي هاي للـ x axis وهذا والـ y axis صح ولا لا؟ اللي هيا حكينا هي دراسة تصرف الإقتران فبالتالي أدى أشوف لما الـ x بضل تكبر لما x بضل تكبر تقول للـ infinity الـ tan inverse x لوين بروح؟ الـ tan inverse x شو القيمة عماله باتجاه لها؟ بلاحظ انه هاي القيمة اللي هي pi over 2 كل ما عماله بقترب من الـ x من الـ infinity عماله tan inverse أي اقتران بقترب من الـ pi over 2 فبالتالي limit tan inverse x as x goes to infinity شو تساوي؟ تساوي pi over 2 تمام؟ باجي بغض النهاية لتحتها limit tan inverse x as x goes to minus infinity طيب هاي tan inverse x لو بدلتال أرجع في رجوع لأوصل للـ minus infinity تمام؟ لوين بقول؟ بقول للـ minus pi over 2 لها القيمة اللي هون تمام؟ هي الـ minus pi over 2 فبالتالي limit tan inverse x as x goes to minus infinity equal minus pi over 2 هاي شرحت لك إياها ليش عن الرسمة وضحت لك شو رسمة الـ tan inverse وبمكانك انت برضو تكون خلاص حافظهم حفظ بس أنا بفضل إنك رسمة الـ tan inverse تحديدا لك تكون عارفها لن يكون عليها شغل في المستقبل في الموضيع الجاي الحالة الثانية من الـ common cases تمام؟ اللي نبقى ندلسها اللي هي limit linn x as x goes to infinity هاي رسمة linn x هذا الاقتران هو linn x تمام؟ هذا الاقتران مرسوم بالأزرق هو linn x لما أنا بروح لـ infinity على الـ x هذا الـ x axis طبعاً هذا الـ y axis لما أروح أنا على الـ infinity على الـ x ولحظة الاقتران وين رايح طبعاً تقيم على linn x بتكبر ولاحظ أنه رايح لـ infinity فبحكي linn x تساوي l infinity تمام؟ limit linn x as x goes to infinity خباباً في الرسمة تساوي l infinity هتحكي لي طيب لو روح لـ minus infinity منلاحظ أنه لا يمكن أن أروح لـ minus infinity لأنه linn x حسب الرسمة أنا ممكن أقول للصفر ولكن مش ممكن أقول لأي قيمة سالبة لأنه linn بغلط أنه يتعوض مداخله قيمة سالبة ليس معرف أنه يكون جواته قيمة سالبة طبعاً عالي لعالي نشوف الكاسي اللي بعديها الكاسي اللي بعديها اللي هي للexponential function e to the power x limit e to the power x as x goes to infinity أو x goes to minus infinity هاي هي رسمة e to the power x وهذا e to the power x عقل e to the power x وهذا رسمة x وهذا x axis بالتحت وهذا y axis طيب جميل بلاحظ لما e to the power x تقول للإنفينيتي x goes to infinity e to the power x تقول لأيش برضو للإنفينيتي لأنه بظل طالعة في الواي فما فيش إشي يحدها ما فيش إشي يحد قيمة الواي من الصعود ما بتظل رايحة للإنفينيتي بينما لما x goes to minus infinity بلاحظ أنه قيمة y عمها بتنزل 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 وكل ما عماني بتغمق في المينس إنفينيتي قيمة y بتصغر فهي تقول إلى إيش الصفر فهي تقول إلى الصفر limit e to the power x as x goes to minus infinity شو تساوي الزيرو وبيد غشيشكم شغلي هيك ترك هلا راح نحل عليها كمان شوي الكاس اللي بعد هاي وستحكي لكم إياها بدري لما يكون في عندك مثلا e to the power x عوض تعويض مباشر هي e to minus infinity عوض محل x minus infinity مش هاي نفسه تساوي واحد على e to the power infinity كونه experiential تمام e to the power infinity أنا عمالي بحط e لقوة كبيرة جدا 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 ورح يكون الرقم شو كبير جدا وين في المقام لما أقسم على قيم كبيرة جدا شو يعطيني صفر لما أقسم على قيم كبيرة جدا يعطيني إيش صفر فأي إشي على الانفينيتي يعطيني إيش صفر أي إشي على الانفينيتي رح يعطيني صفر وهذه كانك تطلب بالطريقة هاي بدون الرسم بدون الغلبة تمام ونشوف في الكيسز اللي بعديها دي مثلا بحكي لي limit e to minus x as x goes to infinity زي ما حكيت لك قبل شوي عود تعود وباشا بحكي لي e to minus infinity صح ولا لا مضبوط ويساوي واحد على e to the power infinity ويساوي الزيرو ويساوي إيش الزيرو هون بس إذ فرقنا غيرت الاقتران بدلا e to the power x or e to the power minus x تمام وانت كانك تعود التعويض مباشر ويطلع معاك دايما تعود التعويض مباشر بالإنفينيتي ويطلع معاك تحت بالمقام إنفينيتي مرتو على طول على طول صفر الجواب طيب ناخد الليمت اللي بعدها limit e to minus x x goes to minus infinity طب هاي دا لو بد أعودها هاي شو راح تساوي e to the power h minus el minus infinity e to the power infinity ويساوي الانفينيتي نفسها ويساوي الانفينيتي نفسها باجي على limit واحد على x as x goes to infinity أو minus infinity عوض سواء عوضت واحد على الانفينيتي plus أو minus هيعطيك صفر دايما أي عدد أي عدد بقسوم على الانفينيتي هيعطيني صفر لأن الانفينيتي هي عدد كبير جدا تمام وهي ليست قيمة محددة هي هتظلها تكبر ورح يكون يساوي إيش رح يكون يساوي الصفر نأخذ الكاسي اللي بعديها الكاسي اللي بعديها عندك هذا الاقتران limit x goes to plus minus infinity يعني هي نفس الجواب بالنهاية الاقتران هو واحد زائد a a هي أي constant كي يكون واحد اتنين سالب واحد سالب اتنين أي constant over x كله مرفوع للقوة x هذا الاقتران هو حالة خاصة شباب هذا الاقتران هو حالة خاصة هذا الاقتران رسمته بالشكل التالي رسمته بالشكل التالي هذا الخط الأحمر المتقطع عند القيمة e e اللي هي ايش العدد النيبيري e لنفسه 2.7 ايش هيك تقريبا تمام العدد النيبيري بلاحظ في الاقتران لما x تروح للإنفينيتي بالطريقة هاي وين عماله بقول في قيمة بتحده بال y اللي هي ايش e وكذلك لما اجي على x تروح للمينس انفينيتي بلاء قيمة بتحده من هون اللي هي ايش برضو e فبالتالي limit 1 plus a over x تمام to the power x بالطريقة هاي هذا بيساوي سبق كان انفينتي والمينس بيساوي e to the power a بيساوي e to the power a لو كانت الا هون واحد بيكون e to the power 1 لو كانت اثنين e to the power 2 لو كانت minus 3 e to minus 3 وهكذا تمام هذا الاقتران حالي خاصة بدك تحفظه بشكل هاد تمام وبطبع منه الاجابة حلو وهذه هي رسمته وانا وضحت لك ليش تطلع الاجابة بالطريقة هاي طيب اخر حالي عنا من المتعارف عليهم لازم تكون عارفهم ومحافظهم السين وما ينتبق على السين ينتبق على الكوسين وانا حكيت لك اياهون same thing for كوسين x تمام هلا limit sine x as x goes to positive or negative infinity هل بدأ شوف هاي رسمة sine x هذا x axis وهذا y axis معروف sine x عبارة عن auxiliary function اكتران متردد تمام بالضلقين تتغير على طول بالطريقة هاي هو عبارة عن دورات تعارف كل ته 60 درجة يكرر حاله كل 2 pi يكرر حاله فبدأ اجي اولى infinity على x هاي دعو على infinity بس احنا حكينا من البداية ان infinity هي رئيسة قيمة معينة فيش قيمة معينة بقدر اثبت عندها واحكي limit sine x as x goes to infinity تساوي كذا هاي نراح لل infinity وين infinity هون 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 infinity هون ما معرفش مش عارف وين infinity مش عارف احد تقيمة عليها بضل قيمته تتغير وعال minus infinity بنفس الطريقة وين هي minus infinity وين وقف حسنا لو وقفت هون باخد القيم اللي هون وقفت هون وقفت هون هون فيش اشي يحبني يحكي لي وقف هون minus infinity فبالتالي limit sine x أو cosine x برضو اقتران متردد تمام as x goes to positive negative infinity does not exist ما بقدر أحددها does not exist يعني مش قادر أدرس تصرف الاقتران عند القيمة هاي مش قادر أدرس تصرف الاقتران عند القيمة هاي تمام هيك ان شاء الله سخلينا أحكي عن كل إشي حكينا قبل من الخش بالأمثلة حكينا في البداية بإنه limits to infinity أنا عمالي بأخذ النهاية بشوف x تروح لـ infinity أو minus infinity شو بيصير على قيمة y وحكيت لك رح خصتك إياهم بثري كيس تمام ثلاث حالات فقط رح تخرج عنهم حال الأولى أن يكون عندك كثير حدود إذا كان constant فالإجابة هو constant نفسه إذا كان أي كثير الحدود آخر linear quadratic cubic أو أي إشي أعلى من ذلك تمام يبتيجي بتعوض infinity كإشارة وهي positive و minus infinity كإشارة في أعلى قوة مع المعامل تبعها تمام وبتشوف شو بيطلع معك إذا طلع معك إشارة موجبة معتو موجب infinity سالبة الإجابة سالبة infinity مش رح تطلع عن إحدى خيارين positive infinity negative infinity هذا في حال إيش البولينوميال حال الثاني كان عندك fractional function لو كان عندك fractional function بسط على مقام بتشوف درجة البسط ودرجة المقام إذا درجة البسط أعلى من درجة المقام إما infinity وإما minus infinity بتعوض الإشارة لإكس تقول إلها في البسط والمقام بتقسيمها مع بعض بتشوف الإشارة الناجحة positive infinity negative infinity إذا كان البسط متساوي مع المقام بتجيب معامل أعلى قوة في البسط على معامل أعلى قوة في المقام إذا كان المقام أعلى من البسط صفر على طول تمام بعد ذلك شرحنا مجموعة من common cases والإقترانات اللي لازم تكون عارف إما رسمتهم وتقدر تطلع منها أو تكون حافظهم حفظ هلأ رح إن شاء الله نأخذ مجموعة من examples رح أوضح لك الأمور بصورة أفضل عن طريق الأمثلة إن شاء الله طبعا شباب أنا بس بدي أمر على هلأ كتبته على اللوح سريعا عشان إذا بدك تتوقف الفيديو وتكتبه وراي لأنه الدكتور في السلايدات المحطوطة مش عامل زي هيك هو ملخصها بطريقة غريبة شوي ويعني عجية فأنا هون لخصي لك إياهم طريقة سهلة وسريسة توقف الفيديو وكتب المكتوب عن اللوح هاي الحالة الثانية بداية ملكمون كيسس ومرقمهم من A ل F هيك إن شاء الله يعني يكون يشمرين عليهم كلياتهم طيب نيجي هلأ نحل مجموعة من examples على موضوع limits to infinity خلينا نحل مجموعة من examples على موضوع limits to infinity أنا مش رح أتطلق أحكيت لك للشرح اللي كان حاطه الدكتور لأنه عجقة شوي فأنا ألخصتهم بالطريقة هاي وأتمنى أنك تنقول هم من وراي تمام limits to infinity خلينا ناخدهم هسا مجموعة من examples نحل عليهم ناخد أول مثال واحد بحكي لي limit x goes to infinity limit 3 هتعطيني 3 على طول ليه constant الconstant شو بتكون جواب limit هي constant نفسه طيب limit x goes to infinity minus 3 x cubed أيوة هذا من الحالة الأولى النوع الثاني اللي هو عندي polynomial ولكن ايش cubic باجه بعوض الإشارة الانفينيتي اللي هي ايش الموجب موجب تكعيب عبارة عن ايش عبارة عن موجب في سالب 3 أو السالب عبارة عن ايش سالب في التالي بطلع معاك سالب infinity تمام هذا حكيت لك يعني بكتعوض الإشارة يعني تعوض infinity positive infinity من نهاية رح تطلع معاك الجواب إما infinity أو minus infinity اللي تحته limit x goes to minus infinity 2x to the power 6 طيب minus infinity to the power 6 positive infinity ليه لأنه زوجي حكيا نحن لم يكون لديك أي قوة زوجية قوة زوجية شو ما لها تلغي السالب قوة زوجية تلغي السالب ومضروب في عدد موجب وبالتالي موجب infinity تمام هاي كيس السهلات يعني بتمر عليهم هيك بعينك يتنفروض بتحلوا يعني تمام نيجي على اللي بعده limit x goes to minus infinity minus to the power 5 عوض minus infinity قوة خمسة هتضل minus infinity يعني قوة الفردية تلغي السالب في minus يعني minus في minus positive بتطلع معاك infinity أجعل بعده limit 7 over x cube x goes to minus infinity هاي عندي بست ومقام بست ومقام خشينا في الحالة الثانية بتطلع على درجة البست في الأول درجة البست قديش 0 درجة المقام قديش 3 درجة المقام أعلى من درجة البست معناها إيش معناها إجابة 0 معناها الإجابة 0 على طول بتطلع على درجة البست درجة المقام وبقارن بينهم عشان أحدد أنا في أي كيس تمام تمام اللي بعده بيحكي لي limit as x goes to infinity 2 x squared minus 3 x to the power 7 plus 6 هستهد انت تشايف بولينوميا تمام من درجة 7 وين بعوض بعوض هون فقط يعني هذا كله بلغيه ولا كإني شايفه وهي بلغيه ولا كإني شايفها بعوض إشارة positive infinity هون positive infinity to the power 7 positive بضل positive positive infinity في minus 3 minus infinity هاي الجواب minus infinity على طول فانت الباقي بتغبش علي بتساول بدك يعني ولا كإنك شايفه تمام تمام 7 بحكي لي limit 7x قوة 10 زائد 3x تكعيب زائد 1 x goes to infinity بصط على مقام بطاعة درجة البصط قديش 10 درجة المقام 3 درجة البصط أعلى من درجة المقام معناها إيش معناها النهاية إما infinity أو minus infinity وين بعوض بعوض في أعلى قوة في البصط وأعلى قوة في المقام كيف يعني عندي positive infinity أعلى قوة في البصط وين هي على قوة مقام وين هي خلوا الدكتور ما يخذهم عجنب لحال هي مستثني لكل وما يخذهم عجنب أنت في جداء أنك تكتب كل هذا أنت كان تعمل كل ذهنيا إذا بريحك أنك تخذها عجنب ما في مشكلة عادية يخذهم يعني استقصي باقي الحدود وخذهم على جنب برضو بصير تمام 7x قوة 10 على x تكعيب هذا أعلى بعوض 10 بزيتيف في 7 على x تكعيب بزيتيف 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 هيك على طول بطلع معك اللي بعده 7x تكعيب ناقص 1 على 5 x قوة 10 زائد 3 x درجة المقام 10 درجة البسط 30 خلاص طول صفر ليش درجة المقام على درجة البسط صفر ولا تفكر في أي شيء لا في positive ولا في negative ولا في infinity ولا في infinity تمام طالما درجة المقام أعلى من البسط صفر على طول 9 طلع 9 شو بيحكيلي 2x تكعيب زائد 7x ناقص 1 على 3x تكعيب زائد 5x تربيع زائد 7 أيوه هس هس هون بتطلع على درجة البسط درجة البسط قديش 3 بتطلع درجة المقام قديش 3 تساوى درجة البسط مع درجة المقام معنا شو الحل الحل إني أخذ معامل أعلى قوة في البسط هي 2 هي 3 أكوان x تكعيب هي أعلى قوة شو معاملها معاملها ل2 أي خط ل2 على معامل أعلى قوة في المقام أعلى قوة قديش 3x تكعيب شو معاملها 3 صفة 2 على 3 هاي الإجابة 2 على 3 تمام سواء كان هذا للبوزيتف انفينيتي أو للنغاتف انفينيتي سيا حسنا تحكي لي طب ليش هيك ليش أنا باخدهم بالطريقة هاي يعني شو الفكرة من الموضوع فكرة من الموضوع كالتالي خانا وضح لك إياها هون شوف يا صديقي انت ما يكون عندك limit بالطريقة هاي 2x تكعيب زائد 7x نقص 1 3x تكعيب 5x تربيع زائد 7 فعليا اللي انت عملته عشان تقدر تحصل جواب النهاية هو انك قسمت جميع الحدود على ايش على اعلى قوة فبتصير عندك limit كالتالي يعني اقسم هاي اقسم هاي اللي هون كله اقسمه على x تكعيب هتصف عندك limit 2x تكعيب على x تكعيب 2 زائد 7x 7x على x تكعيب زائد 7 على x تربيع تمام نقص 1 على x تكعيب انت في عين هيك سويت قسمت الجميع على x تكعيب هل ستحكي هل لازم اعمل هيك دايما واكتب النهاية حكيهاك لا خد انت المعاملات على طول بس انا ده فاهمك ليش ليش بتاخدي المعاملات وهذه المعلومة المهمة لانه اللي قدام في الشباتر الجاية راح تجينا نهايات هنحلها عن طريق القسمة ما راح تضوط معك تاخد على حد في البسط على حد في المقام وما إلا ذلك راح تلجأ لطريقة القسمة اللي بحكي لك عنها هون تمام المقام قسمه كله على x تكعيب 3x تكعيب على x تكعيب 3 زائد 5x تربيع على x تكعيب زائد 5 على x يعني x تربيع على x تكعيب زائد 7 على x تكعيب طيب جميل x goes to minus infinity عوض المينس infinity عوض تعويض مباشر حط المينس infinity كل ما x تشوف x عوض المينس infinity اثنين هنظرها اثنين فيش عندي اكسات زائد 7 على minus infinity تربيع 7 على infinity 7 على infinity قدش تساوي صفر هذا الترم اللغة تمام طيب 1 على x تكعيب 1 على minus infinity تكعيب 1 على minus infinity قديش حكينا اي اشي على infinity أو minus infinity جد يعطيني صفر فانلغة على ثلاثة زائد خمسة على minus infinity صفر انلغة زائد 7 على x تكعيب 7 على minus infinity برضو صفر شو ضل عندك 2 على 3 هاي جواب النهاية ها هادي هي الطريقة الكاملة هيك احنا فعليا منساوي كل مرة مناخد معامل بسط معامل عفوا معامل اعلى قوة في البسط معامل اعلى قوة عملك بتحل عليها عشان اذا نسيت يكون الفهم هو اللي بيساعدك وتقدر ترجع تشتقها من اول بجديد تمام تمام طيب نشوف السؤال العاشر انا مسيك على التاسع حبيتني اوضح لك ايش اوضح لك هذا الكلام طيب السؤال العاشر شو بيحكيلي انا بس اكميلك يوم هنا نفس الحال بده ياخد معنا ايش شوي limit جذر x تربية نواقص 3x على 2x تربية زائد 3x x goes to infinity طبعا عندي هون جذر وبسط مقام وما الى ذلك كش بده اتصرف حكي يكون ابسط منها خلي الجذر على limit كاملة يعني حكيلي هاي تشوش تساوي هاي تساوي الجذر التربيعي للمit x goes to infinity حكينا هذي من خصائص limits تمام x goes to infinity x تربيع ناقص 3x على 2x تربيع زائد 3x هيك الجذر شلنا وريحنا راسنا منه باجي بتفرج شو عندي جوا المت بسط و مقام و x goes to infinity معامل اعلى قوة في البسط 2 اعلى قوة في المقام 2 وتساويات معاملها شو تساوي جذر جذر الواحد على الثنين و يساوي واحد على جذر الثنين تمام هاي الإجابة النهائية بإمكانك تطلعها بالصورة هاي وبكل ايش وبكل بساطة ولو ولو يجيت انت حكيت انا تحت الجذر جوا اللي مت نفسها تمام عندي جذر x تربيع و x تربيع يعني معامل فوق اعلى قوة فوق نفس اعلى قوة تحت و حكيت هاي تساوي معامل x تربيع في البسط هو جذر الواحد على معامل x تربيع في المقام هو جذر الثنين هذا يعطيك واحد على جذر الثنين برضو صح برضو الطريقة هاي صح بك هكتفكر فيها بالطريقة هاي تمام هيك صح الحل وهيك صح بس يمكن هيك يعني سيستيماتيك اكتر هيك بتحس حالك يعني مشيت في خطوات مرتبة اكثر منك تحله ذهنيا بالشكل هاد 11 11 بحكيلي limit جذر x تربيع زي الثلاث x على 7x زي 1 x goes to infinity تبع هذا مهم المثال هتحكيلي هون في البسط انا عندي جذر وفي المقام عندي polynomial linear function اكتران خطي يا قطعب ما في اي مشكلة كيف بدي احدد هسن بيكون في عندي جذر ويكون في عندي ايش polynomial كيف بدي احدد اذا درجة البسط هي نفس درجة المقام ولا اعلى ولا اقل وما الى ذلك باجي جو الجذر هسن المقام واضح degree المقام هاي degree 1 تمام يعني ايش درجة واحد لانه اعلى قوة هي واحد باجي ايش على البسط اللي هو محل الجذر باجي بتفرج جذر x تربيع زي 3x شو اعلى قوة جو الجذر x تربيع الجذر اللي عندي تربيعي لما اخذ القوة هاي للجذر التربيعي قداش بتعطيني شو degree بتعطيني اياها 1 لانه الجذر جذر x تربيع هو x فبتعطيني degree 1 فبالتالي برضو البسط ايش of degree 1 برضو البسط of degree 1 هادي مهمة تعرف تحدد انت للجذور تتطلع مرة ثانية تتطلع داخل الجذر تشوف شو اعلى قوة في الجذر وبتحطها تحت تحت يعني بتجذرها حسب درجة الجذر اللي عندك وبتشوف شو الدرجة تبعتها وترى عنده degree 1 degree 1 طيب جميل باخد ايش هسا المعاملات هذا كانك انك تبسطه كلمت عشان تاخدها تاخدها x goes to infinity كونك اخدت اكس تربيع تحت الجذر بتحط مطلق اكس عشان تضمن انها تكون دائما ايش موجبة على 7x زائد 1 على طول ايش اخدت انا اكس تربيع وحطيتها تحت الجذر وحطها ايش مطلق اكس هيك انا بسطت النهائي اشانا اطلع ايش حلها باقي الحدود ما بتنزلنيش باقي الحدود ايش ما بتنزلنيش حتى هذه الموجب 1 باقي رشيلها بحكي مطلق اكس على ايش على 7x اكس goes to infinity لما اكس تروح للانفينيتي بالقيم المطلقة عمالي بعوض قيم موجبة ولا قيم سالبة يوانا بعوض قيم موجبة في داعي للقيم المطلقة لا فيش داعي القيم مطلقة فهاجي بحكي درجة الاولى درجة الاولى معامل اعلى قوة واحد وهذه ايش سبعة واحد على سبعة وهي الحل واحد على سبعة وهي الحل بكل ايش سهولة بكل بساطة المثال اللي بعده المثال اللي بعده بنفس الطريقة بحكي للمت جذر الثلاث زائد اكس تربيع اكس مينس ون حكينا هاي عندي جذر بطلع الاعلى قوة اكس تربيع تحت الجذر هتكون ايش واحد واللي تحت واحد يعني بطل اكس تربيع تصير اكس قوة واحد هذا بدي يعطيني لمت بدل الجذر كله بعود مطلق اكس لان اخدت انا ايش وهذه خلاص بطلن نشكل تحت ها صف عندي اكس 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 كمان مرة بعيد هلشان انا جو الجذر اخد جذر اكس تربيع انا بهذا الطريقة بسط اللمت يا جماعة بهذا الطريقة بسط اللمت وفعليا تبسيط اللمت بالطريقة هاي اني انا قسمت على اعلى حد تمام طيب مطلق اكس انا بعوض اكس جوز المطلق اكس شو بعوض بعوض مينس اكس بصف المت مينس اكس على اكس از اكس جوز مينس انفينيتي تمام ويساوي مينس ون ويساوي مينس ون معامل على اعلى قوة معامل على قوة مينس واحد على واحد فدير بالك موضوع القيم المطلقة ضروري يعني مش تحكي والله خلاص باخده على طول وبكمل مفيش اشه زي هيك موضوع القيم المطلقة واناك تاخد قيم مطلقة للاختران ضروري جدا عشان تقدر واللي بحدد هتعوض مع القيم مطلقة اكس ولا مينس اكس هو شو رح يطلع معاك جو لما تعوض مينس انفينيتي او الانفينيتي هيطلع معك عدد موجبة فتالي بتعوض واحد على اثنين زائد ثلاث اكس تربيع اكس تربيع طيب نفس الاشي عندي جذر اشوف تحت شو ديقري تاتو صح ولا لا البص شو ديقري تاتو عندي اكس قوة اربعة للجذر التربيعي اكس قوة اربعة تحت الجذر التربيع تصفي ايش اكس تربيع ها احكيها تساوي اكس تربيع او ايش هكذا دايما راح تحطي قيمة موجبة فبتال بجانا احط قيمة مطلقة على ثلاث اكس تربيع باخد اعلى حد وبحط تحت تمام صفت واحد على ثلاث يعني فيش ابسط من هيك اشي سهل وبسيط جدا يعني حقيقة المت مفروض ولا سؤال انتحان معاليك فيه 14 limit جذر الاكس تربيع ناقص اكس ناقص اكس 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 غو سو انفينيكي كيري ايوه استهاد لهو على الحالة الاولى لهو بولينوميال ولا على الحالة الثانية لانه مش مش فراكشن الفنكشن فش عندي بسط مقام ولا على الحالات الثالثة ولا واحدة من الحالات اللي احنا شرحناها من الكمون كيس وبالتالي في هذه الحالة لما يكون عندي جذر والاش زيك شو ممكن اني اعمل نكون بساطة في هذه الحالات اضرب في المرافق اضرب في المرافق التربيعي شو المرافق التربيعي لهاي تحكي دي ضرب جذر الاكس تربيع ناقص ثلاثة اكس زائد اكس على جذر الاكس تربيع ناقص ثلاثة اكس زائد اكس وكمل على المت تساوي المت الاول تربيع اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس ناقص الثاني تربيع اكس اكس تربيع على التحت زي ما هو جذر الاكس تربيع ناقص ثلاثة اكس زائد اكس طيب هس انتبه انه اكس تربيع ناقص اكس تربيع عندك اكس نقص x تربيع هاي ما هاي بتروح. تمام؟ هدا هي صفي. Limit as x goes to infinity. هون x goes to infinity. شو صف عندك هون? منس 3x على جذر x تربيع نقص 3x زائد 3. ايوه لا زائد x افوال. هون عندي زائد x. طيب ممتاز. طيب ممتاز. Limit minus 3x على جذر x تربيع نقص 3x بلس ايوه بلس ايوه. طيب في هادي الحالة. في هادي الحالة. شو ممكن اننا نعمل؟ تبع نيح. تحكي لي اعلى حد في اعلى قوة في البسط هي عبارة عن ايوه شوان. اللي هي هون. طيب المقام. عند جذر x تربيع نقص 3x. اعلى حد يطلع من الجذر. اعلى حد يطلع من الجذر. او اعلى قوة هي الون. وعندي هون برضو x لحالها. عندي x لحالها. ومرفوعة برضو للقوة واحد. هادي الحالة شو ممكن اني اعمل؟ بجمع التيرمات اللي انها نفس القوة في المقام. عادي بكل بساطة. لما اجي ابسط المت هاي باجي بحكي هاي شو تساوي. حول على الازرق احسن. هاي تساوي المت. مينس 3x على. الجذر لما يتبسط شو رح يطلع عندي. مطلق اكس. مطلق اكس. اكس جوز تو انفينيتي. هل في داعين اعوض مطلق اكس؟ لا. لانه مطلق اكس اكس جوز تو انفينيتي بعوضها اكس عن طول. اكس. اكس زائد اكس. الثاني هذا ما بستغني عنه. هاي الاكس اللي هو ما بستغني لانها من نفس الوردر. لانها من نفس الرتبة. هاي دي اكس تو دي باور وان اكس تو دي باور وان. فلازم نضلوا مع بعض. و اكس جوز تو انفينيتي. طيب. باجي ايش؟ باجي بكمل عليها هون. هون صار عججة شوي. بس مش مشكلة. المت. ماينس ثري اكس على تو اكس. از اكس جوز تو انفينيتي. صفت ايش؟ نفس القوة. نفس القوة. وان وان. ماينس ثري اوبر تو. ماينس ثري اوبر تو. فهون هايدي الفكرة مهمة جدا. ضرب المرافق تبسيط. بعد ما تبسط هطلع معاك الجذر الجوات وتربيع هذا يعطيك اكس. وهان عندك انت ايش؟ اكس مضافة لها. ما بتشيري الثانية. بتخليهم تجمعهم مع بعض. شو المثال اللي بعده؟ مثال اللي بعده نفس الفكرة. لميت اكس جوز تو انفينيتي جدر اكس تربيع زائد واحد ناقص اكس. طيب. هذا له على الحالة الاولى. له فولينوميال. ولو على الحالة الثانية. مفيش بسط مقام. ولو على الحالة الثالثة او احد الحالات الثالثة. اللي هي ايش؟ الكمون كيس از شرحناها بالرسمات. هذا يجب اضروف المرافق. شو مرافق هذا؟ مرافقه. ندري اكس تربيع زائد واحد زائد اكس. على. ندري اكس تربيع زائد واحد زائد اكس. تمام؟. هذا شو يعطيني؟ هي يعطيني لميت. از اكس جوز تو انفينيتي. مربع الاول اكس تربيع زائد واحد. ناقص مربع الثاني اكس تربيع. تمام؟. على المقام نفسه. اكس تربيع زائد واحد زائد اكس. كلام جميل. اكس تربيع ماينس اكس تربيع هاي ما هي راح تروح. هاي صفي عندي كالتالي. هاي صفي عندي يساوي لميت. واحد في البسط على جذر اكس تربيع زائد واحد زائد اكس. از اكس جوز تو انفينيتي. هيا ضرب المرافق و ايش. وبسطنا على ضرب المرافق. طيب من كاون منكمل. هاسا واحد على جذر اكس تربيع زائد واحد زائد اكس. شو درجة البسط؟ عيندي غير واحد في الادرسة البسط صفر. شو درجة المقام؟ واحد. درجة المقام معنى درجة البسط زيرو. ولا تفكى في الموضوع. درجة المقام معنى درجة البسط. اكس جوز تو انفينيتي. الايجابه صفر. الايجابه صفر على طول. طيب هذا السؤال هذا السؤال خارجي شباب هذا السؤال خارجي بس فكرته كثير قوية وجميلة حلو أنه أعطيكم إياها تمام بحكي لي عندي limit x goes to infinity عندي هون limit x goes to infinity جذر التكعيبي 7x6 زائد 2 على جذر التربيعي 5x4 زائد 7x زائد 1 أظن أن هذا من حال الثانية عندي بسط وعندي مقاب شوف شو درجة البسط شوف شو درجة المقاب جميل الجذر التكعيبي عندي x قوة 6 أيوة طلع هذا كيف بدي يتبسط طلع هذا كيف بدي يتبسط هذا رح يساوي limit x goes to infinity 7x قوة 6 x قوة 6 جذر التكعيبي لإلها هي عبارة عن إيش هي عبارة عن جذر التكعيبي للسبعة هي عبارة عن جذر التكعيبي للسبعة في x تربيع لأنه 6 على ثلاث 2 6 على ثلاث 2 أخذت جذر التكعيبي للسبعة لأنه 7 بيضل زي ما هي وهذه x قوة 6 على ثلاث فجد على قيمة المطلقة لأنه هذا أول إشي جذر التكعيبي ثاني إشي أنه طالع عندي x تربيع إلى تحت 5x قوة 4 4 على 2 2 ويأخذ الجذر التربيع إلى الخمسة x قوة 4 على 2 x تربيع x goes to infinity صفة إيش معامل تصفة نفس الأوردر هاي x تربيع وهاي x تربيع صح ولا لا؟ مظبوط فبتصفي جذر التكعيبي للسبعة هاي دي بس هيك الفكرة يعني هي بسيطة ولكن مهمة إنه لما يكون عندك جذر التكعيبي جذر تربيعي ما تفكرش إنه على طول في عندي اختلاف بالأوردر لأ كيطلع نفس الأوردر زي إيش لما السؤال هاي دي طلع عندي نفس الأوردر هذول السؤالين هذول السؤالين برضو خارجيات مش من السلايدات بتمنى أنك تكتبهم تمام وبيدي إياك تحل هذول السؤالين تمام بعد ما تحلهم ابعت لي حلهم على إيش على التليقرام جذر التكعيبي لخمسة إكس قوة تسعة زائد واحد على سالب أربعة إكس تكعيب زائد واحد إكس قوة تومينيس إنفينيتي السؤال الثاني لمت الجذر السادس هاي الجذر السادس لإكس قوة ثمنطعش زائد اثنين على سالب خمسة إكس ربيع زائد إكس إكس قوة تومينيس إنفينيتي حلهم هذول وبعت لي الجواب على إيش هالتليقرام كأيش هي كأكسرسايز يعني تمام حشان أصليح لكم إياه ونشوف كيف مدى فهمكم للإيش للموضوع اللي ناقشنا لو أنت مش معنا في جروب التليقرام تطلع على وصف الفيديو بتلاقي لنك جروب التليقرام نهلا وسهلا هيك إن شاء الله حين يكون شرحنا موضوع الليميتس تو إنفينيتي تمام إن شاء الله يكون الموضوع واضح موضوع الكيسز اللي عنا أخدنا عليه مجموعة من الإكسامبلز كان معكم بجهنين واصل قمة التعليمية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر